في أمور اللي رهي اليوم من أولويات أيامنا اللي نعيشوها ضربت مثال بجائحة كورونا أرجو كل إخواني وأخواتي أن نكون مثالاً في التحذر نقو نفوسنا نقو لمعانا ننشر الوعي الصحي بالتي هي أحسن ندعو بعضنا بعض باش نلتزم أمور الوقاية مش بالخشانة ولا نحسس وهنا نفتح قوس قبل ما نكمل لهذا الأخر يا ليت كان عندنا مساجد بمعنى الكلمة هنا ونتبعين قوتها بالكلمة الحسنة بتوعية الشعب تكون خطب جمعة باش تحسس المواطنين مش باش تقولهم صفقوا العهد الخامسة ولا صفقوا التبون ولا قالت الدولة لا تعيش مع المواطن في حياته في أموره في النظافة في ضرورة التكافل مثلاً نرى هذه الأيام كذلك حرائق مذهلة كثير من الناس تظن حتى ممكن حتى فيها دلة ولا في قراءة على الأقل أن فيها أياد إجرامية ممكن لها حتى علاقة ممكن في هذه السلطة صراعات بناتهم هذو الناس هم يقولوا على بعضهم بعض عصابات يدمروا البلاد يحرقوا الحرض والنسل فأنا أدعو إخواني وأخواتي عارف حاجة ماش سهلة لأنه كما أقول العين بصيرة واللتقاصية لكن حاولوا ما استطعتهم أنتم أحرصوا هاللغابات لأن ملكنا احنا كلنا جميعاً بما تقدروا اللي يقدر يطفي نار على سجرة أرى عنده أجر عظيم عند رب العالمين وكل خاوته وخوتته بالجزيرة يدعو له بالخير ويقدروا جهده قضية الأينما فشلت هذه الدولة مش نسمياش دولة هذه العصابة نحاولوا كمواطنين قدر المستطاع بالتكافل فيما بيننا نحفظ هذا البلد حفظ البيئة نزع هذا الأوساخ العطف على بعضنا البعض إذا كان مياه نتقاسموها إذا كان حرائق نحاولوا نتعاونوا نطفوها نعسوا ما نخلوش المجرمين يضرموا فيها الحرائق التكافل الاجتماعي لأن هذا هو روح الحراك يا أخوتي وخوتتي رأى عندنا للأسف عصابة تحكم فينا بعظمة لسان هم يقولوا على بعظهم هذا الشيء ومدام ما عندنا سلطة شرعية منتخبة اللي نثيقوا فيها وثيق فينا نحترموها وتحترمنا فمسؤوليتنا نحن كمواطنين ما لازمش يقولوا آه هذا الدولة هذا البالك هالكتا خالي نزد هالكها لا أبدا هذا ما هوش عذر ما هوش عذر إذا هم فسدوا ورحين يتفعوا الثامن طال الوقت ومقصر هذه أكيد نحن نحاول نحافظ على ما استطعنا اللي كما قلت كان سبب وأنقض حشيشة في جبل رأى عنده أجر فلذلك أدعو إخواني وأخواتي أن نبقى بهذا الروح هذه روح الحراكة الحقيقية روح المواطنة ما نسكتوش عليهم ما يدخلوناش في هذه الحكايات التآمر ومنش عارفوا جهات لا 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 أنتم يا عصابة مسؤولون على الفشل البلد ركما مستحوذين على وسائل البلاد على مالها على خيراتها على سمعتها وكل مجال اللي مسيتوه هلكتوه لكن احنا كمواطنين كلنا سنجتمع على الخير اللي قدرنا نديروه لصيانة هذا البلاد إن شاء الله نديروه اللي ما قدرناش نديروه إن شاء الله كتنح هذه العصابة وتعد عننا دولة الحق والقانون دولة الديمقراطية دولة الكهرامة دولة العزة هذا هو مشروع الحراك ولا لا يفتننكم هؤلاء المرجفين اللي دائما عرفوهم اللي يطبلوا للنظام ويخوفوا في الشعب وكائن وغولة وجايكم ما كان ولا شيء الشعب الحر اللي عنده صلابة إيمان خضراته وفيه تآخي بين المواطنين ولا شيء يغلبوا إن شاء الله تحية الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة